اشتركوا في القناة صعب للغاية في بعض الاحيان فلا غناء عن التحويل المئوي الى فهرنهايت والعكس للتحويل الى فهرنهايت نضرب الدرجة المئوية بواحد وثمانية بالعشرة ونضيف لها ثلاثين للتحويل الى درجة مئوية نطرح ثلاثين ثم نقسم على واحد وثمانية بالعشرة تذكر باي السر هو الارقام الثمانية الاولى من سلسلة باي تذكر هذه الارقام كان يحتاج الى كوب كبير من القهوة لهذا جئنا بالعبارة التالية مرة اخرى ببطء الكلمة الاولى ثلاث احرف وتمثل الرقم ثلاثة والكلمة الثانية تمثل الرقم واحد والثالثة تمثل الرقم اربعة وهكذا حاصل ضرب كسرين هناك طريقة سهلة وهي الفراشة نأخذ كسرين مختلفين في القواسم ونضاعف القواسم معا ونضرب كل رقم بالرقم الذي في الزاوية المقابلة فنضرب البسط الاولى بالقاسم الثاني والعكس بالعكس ثم نضيف ونطرح بناء على ما نحتاج تحويل اجر الساعة الى راتب سنوي على فرض انك تعمل عملا بدوام كامل تضاعف كل ساعة بنسبة اثنين وتضيف ثلاث اصفار في النهاية مثلا اذا اردت ضرب سبع دولارات في الساعة باثنين يكون ناتج اربعة عشر ثم تضيف ثلاث اصفار ليكون الناتج اربعة عشر دولار سنويا الضرب بأحد عشر الرقم أحد عشر يبدو وكأنه رقم صعب لكن اذا اردت ضرب اي عدد بالرقم أحد عشر تقوم بكل بساطة بوضع الارقام التي على اليمين وعلى اليسار كما هي اي نكتب العدد المكون من منزلتين كما هو ونضع ناتج جمعهما في الوسط مثلا عند ضرب اثنين وعشرين بأحد عشر سنضع اثنين واثنين والمجموع في الوسط اثنين واثنين يساوي اربعة فيصبح الناتج مائتين واثنين واربعين اما اذا كان مجموع الرقمين اكثر من عشر فنقوم بوضع الرقم الذي في منزل الاحد في الوسط بين الرقمين والرقم الآخر نضيفه الى الرقم الذي على اليسار مثلا عند ضرب تسعة عشر بأحد عشر نضع التسعة والواحد ونجمع تسعة زائد واحد يساوي عشر فنضع الصفر في الوسط ونضيف واحد الى الواحد الآخر فيصبح الناتج مائتين وتسعة الضرب الصيني استخدم اي نوع من اقلام التلوين وارسم اربع مجموعات من سطر واحد لكل رقم وكل زوج من المجموعات ستشكل رقما واحدا ارسم خطوطا بعدد الرقم الاول ثم افعل نفس الشيء للرقم الثاني وارسم خطين يعبران عن الرقم احد عشر واحسب عدد الخطوط المتقاطعة واحصل على الرقم الجديد مضاعفات الرقم تسعة كما نعلم المضاعفات للرقم تسعة تبدأ من الصفر وباضافة تسعة كل مرة وبالعد التنازلي نطرح تسعة في كل مرة مثلا خذ الرقمين سبعة وتسعين واضربه بستة وتسعين اطرح كل واحد من الرقم مئة فستحصل على الرقم ثلاثة وأربعين اذا ضربناها تعطينا الرقم اثنى عشر واذا جمعناها تعطينا الرقم سبعة ثم نطرح سبعة من المئة ليكون الناتج ثلاثة وتسعين وبذلك يكون الناتج تسعة آلاف وثلاثمائة واثمائة عشر حساب النسب المئوية اذا احتجت الى سرعة كبيرة لمعرفة النسب المئوية فهناك خدعة بسيطة لمعرفة ذلك احذف الخانة الاخيرة من الرقم واضرب الرقمين الباقيين مع بعضهما البعض فمثلا عند ضرب نسبة ثلاثمائة بالنسبة المئوية أربعين بالمئة نحذف الصفرين في الخانات الاولى ونضرب أربعة بالثلاثين فيصبح الناتج مئة وعشرين حساب تربيع عددين اذا اردنا الحصول على مربع العدد ثلاثة واربعين نربع كل رقم من الرقمين أربعة تربيع ستة عشر وثلاثة تربيع تسعة ثم نضع النواتج بالترتيب تسعة نكتبها صفر تسعة وعلى يسارها نكتب ستة عشر وبعدها نضرب الرقم أربعة بالرقم ثلاثة فيصبح الناتج اثنى عشر ثم نضاعف الرقم اثنى عشر ليصبح مئتين واربعين ثم نضيف العددين لبعضهم البعض ونحصل على النتيجة الف وثمانمائة وتسعة واربعين للمزيد اشترك في قناتنا لمشاهدة كل ما هو جديد وممتع ترجمة نانسي قنقر